مصر، موزنبيق، غانا، الرأس الأخضر، محمد خلينا نروح سريعاً لمنتخب مصر، منتخب الوطن اللي احنا بس عايزين نقوله في الجزئية دي انت عندك تلاتة مدير فني، تلاتة مدير فني لا، تلاتة مصريين تلاتة مصريين أخذوا البطولة دي واتنين أجانب فيتوريا تلتهم، صح كده؟ إن شاء الله يبقى تلتهم يا رب إن شاء الله الناس دايماً فاكرة إنه فيه النسخ القديمة الناس مش فاكرة مين اللي خاد البطولة أو كان مين كان المدير الفني فبنتكلم إنه دايما الناس فاكرة كابتن محمود الجواري خاد نسخة 98 كابتن حسن شحان حتى خاد 16، دول كده أربع نسخ بقي تلاتة التلاتة نسخة اللي بقيين مايكل سميس طبعاً جيل 86 أو منتخب 86 وكان عندنا كمان بلتت كوش مدير فني مجري خاد البطولة 59، بطولة قديمة قوي وقابله بقى أول نسخة بطولة 57 كان مراد فاهمي فعندنا تلات مدربين مصريين وعندنا اتنين مديرين فنيين أجنبين نتمنى إن فيتوريا ياخد النسخة التالتة ويكون المدير فني التالت في هذه البطولة إن شاء الله ويبقى وشه خير كده علينا وناخد البطولة اللي عندتنا في آخر نسختين وصلنا فيهم للفاينل إن شاء الله المرة دي بقى نصاش للفاينل وناخد البطولة بسرعة نتكلم عن التشكيل الأمثل بسرعة طيب التشكيل الأمثل فيه ست أماكن مش هيتغيره طوال البطولة الراجل عنده قناعة كبيرة جدا وفيه خمس أماكن مش لأنه الخمس لعيبة أو الخمس مراكز دول أقل من الستة لكن الخمسة دول الراجل محتار الفرقات قريبة جدا ما بين الأساسي والبديل أو العيب اللي هيلعب أو اللي مش هيلعب طبعا ده بعيدا عن حرسة المرمو لا ستة بما فيه محمد الشناوي ستة الأمريكين اللي مش هيتغيره أحمد حجازي ومحمد عبد الملعم ثنائية لانت تغير طالما الاتنين سلام والقياسات البدنية والعضلية تحديدا عند أحمد حجازي قادروا من يلعب كل المباريات دي الأماكن اللي مش هتتغير عندنا كمان محمد النني سواء هيلعب مركز ستة أو هيلعب مركز تمانية هو ليه دور وموجود دايما فيه التشكيل الأساسية تريزي جيه مصطفى محمد ومحمد صلاح دول ستة أماكن مش هتغيره طب إيه الخامس أماكن اللي ممكن الرجل يتحرك فيهم أو يبقى فيهم أرأ رقم واحد الظاهير الأيمان هل محمد هاني ولا عمر كمال عبد الواحد الباكلفت هل أحمد أبو الفتوح ولا محمد حمدي وسط الملعب والخناق الكبيرة جدا الخناق الفنية الخناق الحلوة أن انت عندك خمس ستة عناصر قادرين إنهم يتواجدوا كلهم في التشكيل الأساسي تكلم على مروانة عطية لعيب الرجل بيحبه جدا مقتنع به جدا روي فيتوريا مقدموا السواءات ممتازة مع نادي الأهلي بقالوا المسلمين قبلها كمان مع نادي الاتحاد السكندري تتكلمي على إمام عشور ورقة مهمة جدا رجل حاب يستخدمها وبترى يشتغل بيها في وسط الملعب كلاقيد مركز 8 ناحية الشمال أحمد مصطفى زيزو مهمة جدا لأسباب كتير جدا فيما يتعلق بالجزء الهجومي والتحرير محمد صلاح في الشق الأمامي تتكلمي على أصل كلها موجودة طبعا الحل السحري التكتيكي بتاع الراجل يتواجد في مركز 6 بيشتغل يتواجد في مركز 8 بيشتغل دي الأماكن اللي هيبقى فيها دايما كلام كتير مين يا تواجد كما تيجي تتكلمي على أنه الراجل الهارموني والشكل اللي بيشتغل به روي فيتوريا بيشتغل دايما على أنه العيب مركز 8 هل هي أدوار دفعية والأدوار الرجومية متعلقة بالظاهرين بتتكلمي على أنه وجود حمدي فاتحي وجود حمدي مش إمام متعلق بحاكتين المنافس يكون هاتو هات بلعب مباراة كبيرة زي مباراة غانا مثلا على سبيل المثال في الظاهير الأيصر بتكلم عن محمد حمدي العيب بينطلق وزيادات الرجومية كتير جدا والضر اللي بيستخدمه روي فيتوريا عشان كده كان في بداية اختياراته كان بيختار محمود حماد لا يبقى دورة دفعية بحتة دلوقتي هل لو لعب إمام دايما تتلاقي ورافة تتوح مش محمد حمدي ناحية لمن لو تتلقى يشتغل بأحمد مصطفى زيزو في وسط الملعب ومعاك أمام محمد صلاح أدواره جمية بحتة للثنائي فالضروري وانت بتعاون مباراة كبيرة يكون مباراة محمد هاني مش عمر كمالعب واحد فتبديل وتوافيق حميدة كلها من عندك عمق في القائمة اللي موجودة فأنا فيما يتعلق بمباراة موزنبيق فقط ليه مباراة غانا ليه حسابات أخرى ممكن غير العيب أو اتنين من ضمن التشكيل رأيي الفني فيما يتعلق بيه التشكيل اللي ممكن مصر تدخل بيه المباراة محمد الشناوي محمد هاني أحمد حجازي محمد عبد المنعم وإيه أحمد أحمد فتوح مش محمد حمدي مش محمد حمدي مش محمد حمدي الأسباب اللي أنا قلتها من شوية فوسط الملعب بتكلم على محمد النني إمام عشور وإحمد مصطفى زيزو وإنني زي ما أنت قلت بس ما يبدأش بمروان مثلا ما يبدأش بمروان في المباراة دي لأن المباراة أنا محتاج فعالية هجومية أكتر منها من فعالها دفاعية في مباراة غانا لأ أتكلم على تشكيل مختلف ما رأوا ممكن يكون موجود إنني يطلع لمركز ثمانية تمام أبتلع أدخل حمدي فتحي عناصر تانية ممكن تتغير الخط الأمية وفيش تدغير سواء بقى بلعب فريق قوي أو فريق ضعيف هلعب بنفس الثلاثية تريزي جي ومحمد صلاح ومصطفى محمد ده التشكيل بالنسبة لي الأمثل في مباراة موزمبيق تاني بعيدها لأنه مباراة غانا لو بيسألنا على تشكيل تشكيل هيبقى فيه تغييرين أو ثلاثة ترتيب المتشات في مجموعاتنا تحديداً خدمنا يعني إن أنت تبدأ بموزمبيق وموزمبيق دي دايماً نقول إيه ده بشرة خير وفال خير عشان كسبناها ثلاث مرات تقليل وبعد كده هتلعب غانا بعد كده رأس لاخضة ترتيب المنتخبات دي اللي احنا هنلعب معها خدمنا احنا كمنتخب؟ طيب بدايةً أنا بتريب موزمبيق لأسباب كتير حتى جزء منها نفسي يا وش الخير علينا دايماً آخر بطولة لبيتها موزمبيق بالمناسبة كتنسخة 2010 اللي توج بها منتخبنا قبلها في 98 كتلت تحية وهدفين لكابتن حسام حسن قبلها في 86 86 86 كنا خسرنا أول مباراة من السنغال والمباراة بطولة على أرضنا والأمور صعبة جداً كنا محتاجين نكسب موزمبيق دي لنحنا نكسبهم بهدفين لكابتن جمال عبد وكابتن شاوئي غريب فانت بتتكلمي على أنه دايماً والشوم خير علينا تلات مواجهات بتلات مرات توجنا بهم فده دفق لحسن قايمة منتخب موزمبيق ما فيهاش أسامي الناس تعرفها أو ما فيهاش أسامي كبيرة وحتى على المستوى التنافسي والصعيد الفني لا مواجهة في المتناول جداً منتخب مصر الاسم الوحيد يمكن هما بلعبونا بالعيب واحد لعيب بتاع أطلات كومدريد رينيلدو ماندابا يمكن هما بآخر 3-4 مبارات ملعبش لكن هو لعيب اللي العيب الوحيدة عندهم اللي بيلعب في الهاي ليفل أو في المستوى العالي الظاهير الأيصر بتاع أطلات كومدريد رينيلدو ماندابا بس بقية الأسامي دي كلها بتلعب فيه فرق صغيرة وبتلعب فيه دوريات صغيرة جداً في أوروبا طيب خلينا على طول ما أنت كده ده تعليقك على قائمة منتخب مزمبيك طبعا خلينا نروح بقى على منتخب الرأس الأخضر لأن منتخب الرأس الأخضر هنا في ناس كتيرة جداً تقولك إيه لا دي مواجهة مضمونة مواجهة مضمونة ولا نحضر منها يا دكتور لا لازم نحضر منها طبعاً منتخب الرأس الأخضر منتخب مزعج جداً لأنه الطريقة اللي بيلعب بها منتخب الرأس الأخضر هم بيلعبوا كروه على الأرض شبعوا منتخب جنوب أفريقية جداً بيلعبوا كروه على الأرض صعبين جداً وخلي بيالك عندهم تلات لعيبة مزعجين جداً مع أربع لعيبة مزعجين جداً في الخط الأمامي سواء رايام ميندز جاريوت ريجز الجانيني التلاتة اللي مكتبين وراء بعض دول تلاتة مزعجين جداً جداً وييجي معهم اللعيب بتاع وسط الملعب لأربع لعيبة الكواليتي بتاعات الكورة عندهم لأنهما كلهم اتولدوا في البرتغال الراسل أقدر بتكلموا ببرتغالي كلهم عايشين هناك بيلعبوا كورة مش شبه الكورة الأفريقية فهم مزعجين جداً على الصعيد الهجومي فهم آه معدلات السنية بتاعات المدلمة بيخليهمشوا بالمناسبة يقدموا مرضود على صعيد مباريات متتابعة كتير فهم مش مزعجين على مصاري بطول لكن في مباراة واحدة عليك إنك تحذر منهم خاصة الخط الأمامي بتاعهم خط الخلف مش أفضل شيء لكن هما الخط الأمامي بتاعهم مزعج جداً علينا أن نحذر من المواجهة دي خاصة عندنا مواجهتين إحنا محتاجين نبقى في صدرات المجموعة عشان نسهل البسوي أو الطريق بتاعنا وعلى الهامش كده نقول للطريق بتاعنا أو مصاري البطولة بالنسبة لمنتخب مصر الناس دايما بنتكلم على المجموعة الدور الأول وعدي بس الدور الأول بعدين نتكلم إحنا صدرتنا المجموعة هتخلينا نلاعب في الدور التالي دور الستاشر توالد هيخلونا نلعب مع توالد مش تواني في المجموعة توالد المجموعة الرابعة توالد لا المجموعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة لأننا ما نعرفش أنه مجموعات هيطلع منها توالد فالله هيطلع منه توالد سواء المجموعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة وهي في المتناول هيبقى في سكة منتخب مصر إيه إمتى لو تصدرنا المجموعة فصدرت المجموعة مهمة جدا وعلينا نحظر مواجهة الراس الأخضر ناس تمركزي قوي على فريق اللي انت رايحاوله بعد كده فريق غانا احنا جلت الكلام عن منتخب غانا لأن دي تقريبا أكتر مواجهة الناس ممكن تكون قلقانة منها والمنافسة هنا كمان على قمة الترتيب صح؟ صبع الترتيب اللي صدرت المجموعة يعني صحيح هتفتكر تكون في صالح منه طيب منتخب غانا أسماء كبيرة جدا ده نفس اللي كنت بقوله على منتخب النيجيري مش ماشيين بشكل جيد أبدا أبدا مع كريس هوتون المدير الفني الأيرلندي ليه المنتخب الغاني قدموا كاس عالم ممتاز مردود ممتاز في كاس العالم بعد كاس العالم عمله إيه في تصوات كاس العالم اللي جاريها للنسخة الحالية من تصوات كاس العالم عن قارة أفريقيا لعبوا مباراتين مباراة خسروا أمام جزر القمر في مفاجأة كبيرة جدا وحتى المباراة اللي كسبوها أمامة غشقر على أردون كسبوها في الديئة 96 إناكي ويليمز واحد من نجوم الفريق هو لسجل الجوم في الديئة 96 فبتتكلمي بيلعبوا منتخبين مموا منتخبات التصنيف الرابع وتصنيف الخامس في أفريقيا وبيكسبوا مباراة بالعافية في الديئة 96 وبكل هؤلاء النجوم بالمناسبة عشان الناس بتتكلمين أحيانا في هذه المباراة مش كل لعباة عندهم لعيبة مهمة جدا عندهم على صعيد الأفراد بتتكلمي على كل الخطوط بتتكلمي على محمد ساليسو بيلعب في الدوري التوركي بتتكلمي على دانيال أمرتي كان موجود في الدوري إنجليز دلوقتي موجود في الدوري التوركي لعيب مهمة جدا بتتكلمي في وسط الملعب عندهم حدس ولا حرك الأخوان أيو طبعا دائما موجودين في الصورة في المتخب الغني سواء جوردان أو أندري عندهم محمد قدوس نجم الفريق الأول مع وستهم خط الأمامي كمان عندهم لعيبة كتير أوجب أتكلم على سيميني ونجم بورنوموس لعيب من الأفضل لعيبة اللي موجودين الصعيدين في الدوري الإنجليزي خبرات كبيرة عن دي إناكي ويليامز اللي قرر في نسخة كأس العالم الماضية أن يمثل المنتخب الغني فأنت بتتكلمي على عناصر كتير جدا تتكلمي على أسماء كبيرة جدا موجودة عند المنتخب الغني نحذر منه بالطبع لكن ما يقدم المنتخب الغني من مردود ما يخلناش مرعبين من المنتخب الغني لكن طبعا كل الاخترار ولا يتصدر المجموعة بتاعتني صعب صعب إلا إذا ظهروا بنسخة مغيرة للحالة اللي هم عليها قبل البطول قبل البطولة تصوير كتير العالم هم سيئين جدا على الصعيد الفني طيب هيظهروا إزاي؟ نشوف